بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم مرة ثانية كنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن الدرس الأول والثاني الثلاث والرابع الخمس والثالث وبنقدر إن شاء الله هيكون بديو الأخير إنه هو حل الاختبار بتاع كتاب المعاصرة على يونان 7 هتعالا كده نشوف الاختبار داشة كون شكل عامل زي هو صفحة 51 في الكتاب وبفكرك مرة ثانية لو بتفرج على اليوتيوب ممكن تخش على الموقع هيكون أحسن شويل هتلاقي الشرح موجود بالترتيب والحالة موجود معها بالترتيب وتلاقي اختبارات وأرعاب وكل الحياة الحروة دي فتعالا نبدأ السؤال لكم واحد السؤال الأول بيقول You need to do not بس هو دا السؤال انت محتاج تعمل حاجة معينة فان عايز حاجة هنا ينفع تيجي مع كم دو مع فعل دو كم من differences او اخترافات مناخد make make differences يحمس اخترافات your best بتاخد دو the experience fun fun have have fun انما do do your best يعني انك تبزل أقصى ما في وسعك واثنين we are confident about your success احنا واثقين من نجاحها which of the following is the synonym or the best synonym for confident عايز احسن مراضف لكيمة confident confident معناها واثق مراضف هيكون خفل يعني عنده أمل مفعا بالامل peace mistake اللي هو متشائم uncertain غير متأكد doubtful يعني شاكك في الموضوع فكلهم عاكس confident انما مراضفها hopeful وثلاثة i had to fight against so many difficulties last year كنت منضطر ان انا احارب ضد الكثير من الصوابات السنة الفاتذ not it was one of the unhappy years of my life كنت واحدة من السنوات الغير سعيدة في حياتي ف عايز اقول على العموم انا حربت حقا كتير وحشة او صعبة فعلى العموم هي كانت سنة غير سعيدة فقول one and all في المجمل او على العموم we are about she got married and now she is not of her parents هي اتجوزت ودلوقتي هي نوات من وادديها اتجوزت فهي بقت مستقلة birth to be is هجيب بعضه صفة الصفة بيكون اخيرة ent من الحاجات اللي بتميز الصفات هي ent طبعا dependence دي اسم independence برضو اسم فانا عندي dependent independent اللي اتنين صفات هاخد انا واحدة فيهم هاخد الاخيرة اتجوزت فبقت مستقلة مستقلة معناها independent خمسة i want very much to not the area behind that mountain انا عايز وبشدة ان انا انا نوات المنطقة اللي موجودة خلف الجبل ورا الجبل انا عايز distract وشتتها explore استكشفها انكرج اشجع المنطقة دي pick up pick up معناها يرتقط او يوصل الشخص للمكان فالمناسبة هنا هي explore اعايز استكشف المكان ده وستة she not to ring up her children after her husband's death هي not علشان تربي ابنائها بعد وفاة زوجها هي struggled she struggled كفحت علشان تعمل الفعلة وسبعة we can't play tennis today because it not احنا مش هنقدر نلعب تنس النهاردة عشان النهاردة not او عشان الدنيا not it rains rained is raining rain الزمن المناسب احنا مش هنقدر نعمل فعلة دلوقتي عشان في فعلة تاني المستمر هيمنعنا الفعلة تاني المستمر it is raining الدنيا بتمطر لو حتى فكرت بمضرعة بسيط فمش تاخد الاخيرة عشان المبرد بقى rains وأنا مش باخد المضرعة البسيط إلا لو بتكلم على عادة بتكرر بتكرر بكل فترة إنما أنا بتكلم على today النهاردة بس فدا حالس مؤقت يبقى مضرعة مستمر وثمانية at the moment في هذه اللحظة we are doing a history project at school احنا بنعمل مشروع تعريف في المدرسة it's not very interesting أنا كنا بتكلم على مضرعة or at the moment فهقول it was very interesting was being is is being هتقول لحنا بنكلم على مضرعة مستمره فهقول is being نا بري بتبيل لما تحب توصف حاجة الوصفة بيكون مضرعة بسيط عادي ما بيكونش is being هيكون it is very interesting والتسعة it's often hot and sunny in Egypt عادة الجوا بيكون مشمس وحر في مصر so we not air conditioning in most of our buildings عشان كده محتاجين تكييف أو مصر تكييف هوت في معظم المبادل بتاعتنا so we are needed are needing need needed we are having our heads we're head head we're head head we're head head هنا فاقول we are having الجملة مضارع مش ماضي فرقم c ورقم d مش معايا بعد كده الجملة مش مبنية للمكهول فيعني are head we are having 11 my grand mother not in Alexandria at the moment she will move to Cairo next month هتنتقل للقاهرة الشهر اللي جاي اما دلوقتي فهي عايشة في اسكندرية في my grand mother live was living live ولا is living هنا حتى لو فكرت في مضرع بسيط فمش هينفع my grand mother مفرد المفروض تقول lives مش live فاقول هنا my grand mother is living ماشا ولكن هو ما جابش هنا المضرع البسيط عشان من الافعال اللي ينفع تيجي من مضرع بسيط ومنضرع مستمر والمعنى ما بيتغيرش هو فعلي live يعني لو قلت my grand mother lives in Alexandria at the moment صح لو قلت is living صح عشان كده هو استبعت المضرع البسيط عشان تختار المضرع المستمر 12 I know the Chinese food انا افضل الطعام الصيني دي رغبة عندي حاجة عندي انا ثبتة مش حدس مؤقت مش حاجة بتحصل دلوقتي بوصفها و هتخلص بعد شوية لأ دي حاجة عادة عندي فالتفضيل من الحاجات اللي ما مجلش بستمرار فاقول I prefer مضرع بسيط عادي و 13 my sister not working with children at the moment she is training to be a primary school teacher هي بتستمتع بالعمل مع الأطفال عشان كده في هذه اللحظة هي بتتدرب علشان تبقى مدرسة أو مدرسة في مدرسة في مدرسة ابتدائي هي نسة بتتدرب فهي في اللحظة اللي احنا نتكلم فيها هي مش شغالة مع الأطفال لا أو مش بتستمتع بالعمل مع الأطفال دلوقتي لا هي بتتدرب دلوقتي لكن في العموم هي بتستمتع بالموضوع ده فانا متكلم برضو حاجة فيها هي عادة فاها هي فاخد مندرعة بسيط و 14 أنا اشتريت الكاميرا بتاعتي الأسبوع اللي فات ده حدث حصل في الماضي أما دلوقتي فأنا برتاقط بعض الصور حرف تحصل دلوقتي فاخد معهم درعة مستمر I am taking و 15 While I not at work I don't answer private calls لما بكون في الشغل مش برد على أي مكالمات خاصة كيمة while من الحاجات اللي بجيب بعدها زمن مستمار عشان بعناها أثناء فأثناء دي معناها أنت بدأت حاجة و في نصر الحاجة دي في حاجة ثانية حصلت فبيكون استمرار فالمفروض أقول هنا While I am being بس اتفقنا بربط بيوم ميجيش في استمرار فلما تلاقي not حرف جر ومكان حرف جر ومكان خد قبل بربط بيوم عادي فتقول While I am at work عادة عندي كده أن أنا لما بكون في الشغل مش برد على أي مكالمات خاصة القطعة القطعة اللطيفة وسهلة هي فيها شوية كيمية بس يتكلم عن بنت مصرية اسمها عزة فياط هي فشفت كده الطريقة تحول بها نوع من أنواع المخلفات العضوية لبنزين عشان كده هي يعني شخصية مهمة بجيب لك عنها القطعة دي ما كنت حاول تقرأ القطعة أنا مش هم في أقرأ القطعة على ترجمها لأن عشان أنا ترجمتها فيعتبر كده لها شزمة فأنت حاول تقرأها تعالى معايا نجاوب على الأسئلة السؤال الأول which is the following summarize the second paragraph بلنا كمين في دول بيلخص البراغرف أو الفقرة الثانية كل فقرة بتبدأ بspace أو بمسافة كده فدي الفقرة الأولى الفقرة الثانية هي دي الفقرة الثالثة هنا فننحض هنا من هنا من فياض لحد بايوفيول اللي هو القدر الحيوي دي كده هي الفقرة الثانية اللي هو عايز هتعالى نقرأها فهي discovered a cheap and plentful catalyst called aluminum silicate that reduces the cost of converting plastic waste into gases like methane and propane هنا اللي هي مني كمت discovered راحت فين؟ اهي فالقطعة دي كلها أو الفقرة رقم اثنين دي بتكلم عن الاكتشاف بتاعها العاملة الحفاظة اللي اكتشفته هناخدنا a great new discovery كلمة اثنين أو رقم اثنين the underlined word teenager refers to not كمت تينيجر اللي هي مراهقة كانت بتعود عامين فياض sister اخت عزة فياض أزة فياض friend صاحبتها the writer الكاتب نفسه أزة فياض هو بيشير لعزة فياض القطع كلها بتكلم عن عزة فياض هي التينيجر أو المراهقة دي تعالى رقم ثلاثة عزة فياض اذا not عزة فياض هي ايه؟ هي تينيجر فهي بالنسبة لنا مش doctor ولا teacher ولا mechanic هي student هي طالبة ورقم اربعة فياض developed أو helped to solve no problems هي سعر تحل مشكلة ايه؟ over preparation production housing scan education القطع لا بتكلم على تعليم ولا scan ولا زيادة استمكانية هي بتكلم على نوع من الوقوت هي بتطلعوا من ايه؟ من مخلفات المخلفات دي أصلاً كانت بتتحرق وبتلوس البيئة فهي بتحل مشكلة التلوث production وخمسة the suitable title for the passage is not اه يعني اسمه ايه؟ اه القطع او العلوان المناسب للقطع دي هو نواضح هي بتكلم عن عزة فياض وزي استخدمت اه او عمل التجاربية عشان تعيد استخدام المخلفات فرابش المخلفات teenagers هل القطع بتكلم عن المرهقين بشكل عام؟ فيول او عن الوقوت بشكل عام؟ ولا عن اعادة التدوير recycling هي بتكلم بشكل اساسي عن عزة فياض وزي استخدمت علمها عشان تعمل recycling او اعادة التدوير وستة as the failed or as the idea is very useful as it's not الفكرة بتاعة عزة فياض هي فكرة useful اوي او مفيدة اوي عشان هي نواض مفيدة علشان hard to do صعب نعملها cheap and green رقيصة وكمية green هنا بتوصف او بتوصف اي حاجة صديقة للبيئة green هنا معناها انها مش بتضر بالبيئة ولا easy but expensive فكرتها حلوة عشان سهلة وغالية fast to do سريعة تتعمل؟ لا او بتتكلم هنا عن pollution او بتحل مشكلة التناوز فان فكرتها cheap رقيصة انت بيجيب اش كده او مجرد مخلفات وغرين خضرة او صديقة للبيئة مش بتتلوص البيئة وسبعة what will happen if more people's rule more rubbish لو ناس اكتر رامد زبالة اكتر ده هيحصل او اين لا هيحصل؟ pollution will increase هل التلوز هيزيد؟ او الإجابة الصح هي اين اولا؟ اكتر البيئة مش هتكون نظيفة ولا مش اقولك ان مش حكاها تحصل ولا التلجة هيدوب او هيميلت هايسيح وثمانية the word garbage can be replaced by not garbage اللي هي المخلفات فممكن نستبدلها بايه؟ مثل المعنى بلاستيك لبلاستيك بلوسس عملية ولا رابش المخلفات فهي garbage rubbish اللي تنين مرد فيه لبعض دي كلها هي القطعة؟ ومعظم الاسئلة اللي فيها يمكن تحلها او ممكن تحلها تقدر يعني؟ من غير ما تبص على القطعة يعني فيه احيانا كده هتلاقي ان الاسئلة اللي اللي موجودة هنا بديهيات شوية انت تعرفها في حياتك عموماً فمش محتاج تبص على القطعة القوية عشان تعرف تجواب عليها يعني بعد الترجمة وما تريد من السؤالين بس الترجمة من الإنجليز العربي نقراها travel early and travel often بيينصاحك بالحاجة دي understand characters other than your own as your understanding of the other characters increases your understanding of yourself and your own character will increase تعال نقرأ هنا لحد كمية ثقافتك ونقارب ما بين الاربع اختيارات سافر مبكرا وسافر كثيرا سافر مبكرا وسافر كثيرا سافر مبكرا وسافر كثيرا لربع زيباط افهم الثقافات الأخرى غير ثقافتك نفس الموضوع نفس الموضوع وحاول تغيير ثقافتك ومقالش حاول تغيير أقول لك understand افهم مش حاول تغيير other your own ف افهم ثقافات الأخرى غير ثقافاتك مش يعني افهم ثقافات الأخرى لثقافتك هي الإجابة الصح فرقم دال مش معاني تعني نكمل مع زيادة فاهمك لثقافات الأخرى ومع زيادة فاهمك لثقافات الأخرى ونفس الموضوع سيزداد 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 فاهمك لنفسك وثقافتهم لا your own ثقافتك your own ثقافتك انت ثقافتك مش ثقافتهم فاهمك لنفسك وثقافتك سيزداد فاهمك لنفسك وثقافتك مش كده بيه وقيم في واحدة منهم المفروض تبقى فيها حاجة غلط ماشي تنرهم تاني سافر مبكرا مسافر كثيرا اه رقم وقيم سافر قليلا مش كثيرا فرقم وقيم غلط يبلغ الصباح او الإجابة الصح هي رقم بي سافر مبكرا مسافر كثيرا طيب التانية هل تعتقد انه من السهل السفر للدراسة بالخارج والأقامة مع احدى الأسر المضيفة أعتقد الدراسة بالخارج أمر مفيد للغاية لكن الأقامة مع أسره مضيفة قد لا يكون ساهلا بالنسبة للكثيرين نفس الموضوع نقرأ مثلا لحد لحد أو بسطر يعني لحد كمية host هنا هو host وهنا host وهنا host اللي هو سطر الأوليني تعال نشوف خلينا لحد كمية family ماشي كمية think بمعنى أي عطاقت اللي هي دي بيجيش السمرار وبولكش بولك ديو think بجيبها مدرعة بسيط ورقم بي هنا غلط طيب التالتة تمام فالحد كمية family اي و سي و دي ينفع لانا نكمل I think studying abroad is very useful هنا I think studying abroad is very useful I think studying abroad is very useful تمام فالحد كمية يوصف برضو زي بعض however living with a host family may not be easy for many هنا الكثيرين مش فالحد دلوقتي اي ممكن تنفع because living with a host family may not be easy for many however living with a host family may not be easy for many هي المفروض اي اعتقد لكن هنا لكن دي هي however مش because فبكوز هنا غلط فالعند دلوقتي الاولى والاخيرة المفروض في واحدة منهم فيها حال غلط بس ربست شوية فوق هتلاقي ان اول كلمة في الجملة did و didd ماضي الجملة هنا هلتعتقد مضارع فdidd في الاولى غلط فالجابة صح هتكون رقم دي وان شاء الله المرة اللي جاية هيكون عندنا التمرين بتاعت يون الثمانية لو عايت تفرج على شرح اليوم الثمانية هتلاقي فيديوات هالقناة فيها الشرح ويه اه برضو منكم تلاقيها على القناة ولو عايز تفرج عليها على اليوتيوب تمام على الموقع برضو تمام عشان لو هتراجع منها للكلمات اه الاختبارات العاب على الكلمات وحالة من دي هتلاقي برضو موجودة على الويب سايد تمام كده اشتركوا بالقناة وفعل اصلي التنبيهات وشير للفيديو ده عنا شان لو صل الله أكبر عادة من الناس سوف تفرج مشوف ان شاء الله البيديو لغي